سوف نشاهد هذه المادة معا كما ذكرنا وفيها بعض المعلومات عن الفوضى الأخيرة في أسعار العملات الرقمية سبب هذه الفوضى واضطراب المستثمرين اليوم في السوق بيتكوين التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة هي العملة الأكثر شهرة والتي وصلت بحدها الأعلى لنحو 70 يعني كادت أن تكون 70 ألف دولار في الفترة السابقة عام تقريبا 2021 حاليا تساوي أقل من 20 ألف دولار إذن هبوط مدوي للبيتكوين منذ 2021 وحتى اليوم وبأوقات قياسية خلال سنتين حصلت الكثير من التغييرات على هذه العملة بالذات أسباب تقلبات أسعار العملات المشفرة كثيرة يعني هناك من يقول أن بعض التجار والمستثمرين يدخلون بالسوق ولا يكون لديهم بعض المعلومات الكافية وبالتالي يقومون بالشراء بطريقة عشوائية وبالتالي يحصل هذا الاضطراب بالسوق الاستثمار الكبير فيها في زمن الكورونا أيضا كان سبب يعني أغلب الناس لجأت إلى سوق العملات الرقمية والعملات المشفرة وهذا ما يعني أودى بقيمتها ما رفع قيمتها إذن ذكرنا لأرقام قياسية ذكرنا أنها وصلت إلى ستين ألف دولار في نوفمبر 2022 بمنتصف الشهر الخامس تقريبا وصلت بحدها الأعلى لثلاثة تريليونات دولار وصلت العملات الرقمية بشكل عام إلى ثلاثة تريليونات دولار هذا الرقم الذي وصلت إليه وخسرت في وقت قياسي واحد تريليون دولار في الفترة السابقة إذا تذكرتم فترة انهيار عملة اللونة التي أودت لخسارات كبيرة بالعملات المشفرة الانخفاض يعود لبدء التعافي الاقتصاد بعد الجائحة بحسب أيضا محللين ويعني كما ذكرت موضوع اللونة وشراء اليو اس دي واليو اس دي تي التي كانت هي يعني الفيصل أو الركيزة الأساسية التي أودت بالعملات الرقمية بسبب شراء كميات كبيرة من البتكوين وطبع عملات اللونة واليو اس دي التي أوصلت الرقم إلى ما هو عليه رفع معظم البنوك المركزية كما تحدث ضيفي سابقا لسعر الفائدة وهناه ارتباط نلاحظ بين رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملات الرقمية كذلك خطورة التعامل قياسا لفائدة البنوك التي توصف بصفر مخاطر هذه السياسة التي تم اتباعها للحد وتخفيض قيمة هذه العملات سقوط عملات التيرا التي تحدثنا عنها قبل قليل تيرا يو اس دي التي هي مرتبطة أصلا باللونة وهناك عملية دائما تجري بتثبيت هذه العملات التي تسمى بالعملات المستقرة بواحد دولار وقيمتها أمام اللونة دائما عندما يريدون طباعة عملات اللونة تقابل يتم شراء اللونة باليو اس دي يعني اللي تقابل واحد دولار أصبحت قيمتها صفر بعد أن وصل الاستثمار بها لستين مليار دولار إذن التيرا يو اس دي كما ذكرنا انتهت قيمتها من واحد دولار التي هي تعد ثابتة ومستقرة إلى الصفر وهذا ما أودى بالمستثمرين لخسارات كبيرة جدا أو المتداولين قلنا أن بعض الشركات أفلست بعد سقوط عملة التيرا بسبب الأقراض والرهن بالعملات المشفرة لأن بعض الشركات لجأت إليها بالإضافة أحد الأسباب التي جعلت نود التنويه لسقوط البيتكوين أكثر هو بيع إيلون ماسك وشركة تيسلا محتوياتها أو مقتنياتها من البيتكوين من أبرز الشركات التي أفلست كذلك هي شركة فيوغار وسيليزيوس نتورك جمدتها حسابات المدعين بالعملات المشفرة هذه معلومات سريعة قمنا بجمعها لحلقة اليوم ولرصد حالة العملات الرقمية والبيتكوين بشكل خاص بالأشهر الأخيرة الماضية ترجمة نانسي قنقر